اشتركوا في القناة سيد عمار البناء عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس خلال نشرة سابقة أن البحرين خطط خطوات كبيرة في هذا المجال في زمن قياسي تمكنت مملكة البحرين من تسجيل اسمها كأحد أفضل نماذج العالمية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب أيضا لا بد من الإشادة بما قامت به مملكة البحرين من تعيين إدارة التحريات المالية مركزا وطنيا لمكافحة تمويل الأرهاب وقسيل الأموال وأيضا إنشاء لجنة حربة التطرف ومكافحة الأرهاب وتمويله برئاسة معاني وزير الداخلية وعضوية مملكة البحرين أيضا في مجموعة العمل المالي لمنطقات الشرق الأوسط وللتحدث عن دور السلطة التشريعية ودور لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواق اللي أقرت دورها المرسوم بقانون رغم 29 لسنة 2020 بتقديم بعض أحكام المرسوم بقانون رغم 4 لسنة 2001 بشأن حضر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الرهاب واللي تضمن التوسع في تجريب غسل الأموال متحصلة من جرائم والاجتمال أيضا على أي نشاط إجرامي وارد في قانون العقوبات البحرينية أو أي من الغوانين الأخرى كما نص المرسوم على تطوير عمل لجنة ورق سياسات حضر ومكافحة غسل الأموال بمنح اختصاصات أكثر شمولية وتوسيع صلاحية المحاكم المختصة والنيابة العامة بشأن إدارة الأموال المتخطط عليها في غضايا غسل الأموال وتمويل الرهاب ترجمة نانسي قنقر